السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في سوبرموم هنعمل مع بعض دلوقتي الزبادي البيتي البلدي طريقة سهلة جدا هينجح معك من اول مرة ان شاء الله وهيطلع متماسك معيك حاجة مهمة جدا على صفرتك في سحور رمضان مش بيعطش كمان سهل في الهض وخفيف على المعدة ده شكله كده بعد ما خلصت شايفين كمية الاشطل على الوش لان احنا عاملين اللبن طبعا بخير وبالاشطط بتاعته تقدري لو مش عايزة تسم كتير في الزبادي تشيلي الوش بتاع الزبادي بالمعلقة هتلاقي تحت بقى الزبادي ناعم جدا ومش مخرز متماسك معاكي قوي يلا نشوف الطريقة انا هعمل لتر وربع من اللبن الفلاحي هتجيبي اللبن وتغليه انا غليته مبارح وبيضته في التلاجة عمل الاشطل على الوش دي لو عايزة تشيل الاشطة خالص من الوش اللبن تفصليها عن اللبن وتعملي اللبن بس زبادي مفيش مشكلة انما انا هستخدم الاشطة مع اللبن زي ما هي هضربها بالمضرب في اللبن مع الزبادي ممكن تستخدمي الزبادي بلدي او تستخدمي الزبادي بتاع الشركات اللي هو جهينة او اي نوع كمان ممكن لو انت عاملة زبادي تشيلي كباية زبادي صغيرة او ترى تربع معالق كده ويبقى هي زي الخاميرة بتاعتك اللي هتعملي بها الزبادي الجديد الزبادي ده هنحطه ليه هو ده الخاميرة اللي هنعمل بها الزبادي ونخلي اللبن يتخمر عشان يتمسك في بعضه ويبقى زبادي غالبا يعني كيلو اللبن بيحتاج معلاتين كبار من الزبادي فالعلبة دي اصلا صغيرة متكملش معلاتين كبار يعني فاللتر وربع هدول هحط عليهم علبتين من الزبادي هفضي الزبادي ده على اللبن واضربه بالمضرب كويس مع القشطة لو انت عايزة تضيفي سكر بقى ويبقى الزبادي بالسكر ضيفي بقى في اللي بيمة عن اللبن حسب التحلية اللي انت عاوزها لو مش عاوزة سكر خلاص براحتك واللي عاوز سكر يبقى يزود براحته انا بفضل الزبادي عن اللبن الرايب في البيت علشان ده اللبن ده بنبقى غالينه كويس جدا مغلي غاليان غاليان تام يعني انما اللبن الرايب بيبقى اللبن اصلا مش مغلي حخلط كده كويس طبعا كله مع بعضه عايز اقولك ان اللبن قبل ما بتستخدمي بتحطي فيه الزبادي لازم تكوني مدفية اللبن هتدفي اللبن بيقوله عليها زي دمع العين ما يكونش سخن ولا يكون ساقع لو ساقع مش هينفع ولو سخنة برضو مش هينفع معيك ومش هينجح لازم تكوني مدفية اللبن بسيط جدا هتجيبي الحاجات والكوبايات اللي هتعبي فيها لو عندك علب بغطى يبقى يا ريت اي مجات في فنجيل اي اللي رياحي كعني اي حاجة تحطي فيها الزبادي في بخار بيبقى جميل جدا وتحطيهم في صنينية الامونيوم كده وبعدين تدفي مية على النار مية ما تكونش بتغلي يدوب بس مية تكون سخنة دي البيئة اللي هنعملها للزبادي عشان يتخمر كويس ده بقى اللي هو بدل مكنة الزبادي يعني السخنية بقى والحرارة والجو اللي بيتعملوا الماكة احنا هنعمله هنسخن المية ومش هنغليها هنسخنها بس وحتملي نص صنينية مية في الوقت ده انا كنت بقى شغلت الفرن من خمس دقيق وطفيت عليه وطفيت النار تاني شغلته خمس دقيق بس يعني الفرن كده سخن بس النار مطفية هدخل الزبادي كده حغطيه بفوتة حغطي الوش بتاعه بفوتة وحشغل اللمبة بتاعة الفرن وحاتس به اربع ساعات بعد اربع ساعات هيكون شكله عامل كده متماسك بس محتاج يدخل التلاجة شوية شلت بقى من الميا اللي كان فيها طبعا وحطوته في صنية تانية علشان ادخل التلاجة ممكن تبعتيل تاني يوم او ممكن تخليه اربع ساعات كمان بس هيبقى كواز جدا شايفينه وقديه متماسك وطبعا وش القشطة اللي عليه ده سميك جدا طبعا ده افضل اللي بتشتري من بره كتير اللي هو البلدي علشان ده طبعا بخيره بره اوقات اللبانين بياخدوا الوش بتاعه بياخدوا القشطة وبعدين يبعوه من غير قشطة يعني فكده طبعا لما تعمليه في البيت بيكون افضل كتير عايزة بقى طبعا تشير القشطة بالمعلقة من على الوش وتستخدمي الزبادي اللي تحت جربوه ان شاء الله هيجبكو جدا وهينجح معاكم من اول مرة عايزة كمان اقولك لو انت مش بتحبي ريحة اللبن الفلاحي ممكن تستخدمي اللبن المبصر ده بقى اللي حيطلع معايك زي الزبادي التعبرة اللبن المبصر هتجيبيه برضو كيلو اللبن المبصر وتحطي العلبة الزبادي برضو مواصلا جهينة وتعميه نفس الطريقة اشوفكو على خير ان شاء الله السلام عليكم